إذا كنتم تتساءلون عن التحدي الأساسي الذي يواجهه الاقتصاد اللبناني خلال عام 2016 فهو استمرار التراجع بميزان المدفوعات الذي حقق أسوأ نتيجة له خلال الخمسة عشر عاماً الماضية والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشرات النمو في لبنان عجز 3 مليار دولار وهذا الشيء تم بالرغم من تحسن الميزان التجاري لأن كلفة استيراد النفط قلت وبالتالي صار في عنا تحسن بالميزان التجاري نحن دائماً عجز بالميزان التجاري ولكن تعوضوا تحويلات الرسامية الوافدة الرسامية الوافدة والتحويلات اللبنانية بتكون إجمالة بتغطي العجز التجاري من حق فائد بسيط بميزان المدفوعات السنة الماضية التحويلات والرسامية الوافدة لم تكن كافية ولكن أيضاً كانت قليلة لدرجة أن ميزان المدفوعات عجز 3 مليار دولار مثل ما قالنا هو الأسوأ من 15 سنة وكذلك بالأمر ودقع المصارف كمان زادت بمعدلات كثير قليلة 5 إلى 6 بالمية الأرقام منها نهائية لسه ولكن أقل من 8 بالمية اللي كانت شهدناها بالعام 2014 إذن حسب الخبير الاقتصادي مازين سويد فإن اقتصاد لبنان يواجه ثلاث تحديات نمو الاقتصادي ونمو الودائع وميزان المدفوعات والخطير في الأمر فهو يتمثل بما يحتاجه لبنان وقد لا يحصل عليه الخطر أنه 2015 مش بس كنا الأسوأ منذ 15 سنة لحتى اليوم بها تلات بها تلات انديكيتورز بها تلات مؤشرات ولكن الخطر الأساسي أنه 2016 إذا لم يكن هناك صدمة إيجيبية على صعيد الوضع السياسي لناحية انتخاب رئيس وتفعيل المؤسسات فأرقام 2016 ستكون أسوأ من أرقام 2015 التحدي الآخر هو وضع المنطقة مش بس الجيوستراتيجي والأمني والسياسي ولكن أيضا الاقتصادي إذا ضلت معدلات أسعار النفط بهالانخفاض هيدا في خطر على اللبنانيين المقيمين بالخليج بالتحديد وعلى تحويلاتهم إضافة إلى أن هناك التحدي الأبرز الذي يواجهه لبنان فهو المراجعة التي ستقيمها مؤسسات التقييم السيادية للدين السيادي في لبنان وبالتالي أي عامل إيجابي على الصعيد السياسي يؤثر سلبا في هذا الموضوع